موسيقى نصر خير ما هي المخطوطات السرية ولماذا يبقيها مؤلفوها في خزائنهم المغلقة ماذا ومن يخيف الأدباء والمفكرين ويمنعهم من نشر ما يكتبون ولماذا يوصي بعضهم بإحراق ما كتب ممنوع من النشر عنوان حلقتنا نستقبل فيها من بيروت كلا من جون داي الباحث عن الأعمال المجهولة نهى البيوم حجازي الباحث والأستاذة الجامعية سليمان بخت الناقد ومدير دار نيلسون للنشر ومن القاهرة ينضم إلينا بعد قليل كل من الكاتب إبراهيم عبد العزيز والروائي مكاوي سعيد أهلا وسهلا فيكم سمين بخت أنت معنا أيضا من بيروت نهى البيوم حجازي من يخيف الأديب والكاتب فيمنعهم النشر مخطوط كتبه الخوف هو خوف داخلي يعني صحيح أنه يأتي من خارج من سلطة أعلى من السلطة اللي يملكها لكنه يستبطن هذه السلطة بصير داخلي ويصير الأصعب هو إذا كان السلطة سلطة المنع صارت جوانية مستبطنة أنت بكل خلاياك وفايت بكل طريقة تفكيرك وعينك شو بيشوفه وقلبك شو بيحس فهذا من أصعب طالما هو كتب هذا النص يعني تجرأ على تخطي هذه السلطة والرقابة الداخلية لماذا لا ينشره بكل عصر فيه كتاب كتبوا وما نشروا يعني بالعالم أجمع فيه أسباب أكيد شخصية بس فيه أسباب ثقافية ترجع للمحاذير ثقافية الاجتماعية اللي كل مجتمع بحطة نحن نفصلها سيدتي تباعا خلال الحلقة جون داية لماذا برأيك لا ينشر الكتاب بعض الأعمال التي يكتبونها فيه ثلاث أسباب ومن أن سمي لنا بعض الكتاب العرب أولا فيه كتبات يبقى كتبها الكاتب ببداياته بيشوفها أنه أقل مستوى من الكتبات اللي كتبها وقت اللي نضج نعم الأفراد الكتاب شبهن أنا بوزارات خارجية اللي بيجمعوا وسائق قسم منها بيفرجوا عنها وقسم تاني بيبقوا أكتر من المدة القانونية اللي عادة بيفرجوا عن وسائقهم مثل بريطانيا مثلا ثلاثين سنة بيفرجوا عن الوسائق لكن الوسائق الخاصة بفلسطين لأنه بريطانيا لعب دور معين بموضوع فلسطين بعدها لحد هلأ ما بيفرجوا لحد حتى أنت ما قدرت تطلع عليها طلعت على الأشياء اللي مسموح فيها سيمين بغت الكاتب والناشر شكرا لتشريفك شكرا أنت كناشر ومدير دار نيلسون للنشر يعني عندك حشرية يمكن نفس حشرية جان داي لماذا برأيك لا ينشر الأدباء وعطينا فكرة بس هلأ ملخص من أن الكتاب يلي كشفت لهم مخطوطات ونشرتها أو سوف تنشرها الحقيقة موضوع المخطوطات التي لا تنشر إلى علاقة خاصة بموضوع المذكرات والسيرة الذاتية هناك كثير من الكتاب يكتبون ولا ينشرون وبعضهم قد يحرق المخطوط مثلا عرفت أنا من كتاب من أولى نصيف عن فؤاد شهاب أنه أحرق مخطوطات مخطوطة مذكراته رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الجمهورية السابق كما أنه عرفنا كمان من مذكرات لطلق عن فريد شهاب اللي هو كان الأمين المدير الأمن العام بالأربعينات أنه أيضا أحرق بعض الأوراق المتعلقة بمذكراته في شقةه في رمط البيضاء هذا يعني فيه خوف المذكرات وكتابة السيرة هي فن قائم مرتبط كان بالغرب خصوصا بموضوع الاهتمام بالفرد وأنشغالاته وتأسس على أساس أن هناك الفرد المواطن اللي محمي بالحريات ولكن في مجتمعاتنا هناك محاذير هناك مخاوف هناك موضوع حريات هناك مجتمعات تقليدية تخاف الإفصاح وينقصها الكثير من الجرأة لأن الذاكرة بمعنى ما كتابة المذكرات هي كتابة تطال المعنى وتطال العبرة وتطال التاريخ الذي من خلاله نستطيع أن نحفز الإرادة وأن نغير أستاذ بختي أنت الليلة ستكشف لنا بعض الأسرار فيك تعطينا بعض الأسماء التي ستتحدث عن أعمال مجهولة لألا الحقيقة هناك أعمال مجهولة بخص بالذكر كتاب نشتغل عليه في دار نيلسون هو كتاب الرسائل المتبادلة بين الشاعر الراحل تفيق صايغ والروائي الكبير الطيب صالح الروائي الراحل السوداني الطيب صالح هناك رسائل متبادلة حول موسم الهجرة للشمال ونحن نعرف أن أول ما نشرت موسم الهجرة للشمال نشرت على حلقات في مجلة حوار نعم وفي الرسائل نكتشف أن تفيق صايغ حذف بعض الأوراق المتعلقة برواية الموسم الهجرة للشمال لأنها تطال موضوع تابو معين في العالم العربي هو الجنس وأعتقد أن تفيق صايغ أعتقد أن عدم وجود هذه الأوراق في المجلة يساعد على الوصول المجلة إلى العالم العربي أكثر من أن تتعرض للمنع أو وهل نشرت هذه الصفحات في الرواية حين طبعت في كتاب لا ما هذا هو الأغرب الأغرب أن الصفحات المحذوفة من رواية موسم الهجرة للشمال لم تنشر حين طبع الكتاب كاملا لأن تفيق صايغ هو الذي أشرف على طبع الكتاب في بيرون وقبل الرواية السودان الكبير ولم تثر المشكلة أبدا لعقل نحن وجدنا هذه الأوراق بأرشيف الشاعر الراحل تفيق صايغ الذي هو موجود الآن مع الباحث محمود شريح الذي يعمل هذا الكتاب الذي سيكون سيهز الوسط الأدبي وحيشكل إعادة مراجعة لموضوع موسم الهجرة للشمال النص الكامل لموسم الهجرة للشمال سيدتي شو تعليقك رواقي كبير وشاعر كبير كلاهما طواطع على حذف يقول سامين بخت أربع أو خمس صفحات من رواية بسبب مشاهد وصف عملية جنسية يعني ما بنا ننسى أنه هو بأي مرحلة كتب موسم الهجرة إلى الشمال يعني كمان هالمرحلة تغيرت هلأ حاليا ولم يجرأ عليه الكاتب أنا ذاك عم يجرأ عليه هلأ الكتاب حاليا لكن أنا أحيا رواية ليلى بعلبكي في الخمسينيات نشرت بمشاهدها الجنسية ويعني صدر حكم ببراءة الكاتبة في الأخير عن القضاء اللبناني فلماذا يعني كاتبان كبيران ينصعان للرقابة يعني حتى ما منعت المجلة يعني تحقت احتياطا حزفة السباحات ولم توضع في الكتاب حقيقة أنه نحن مش قاعدين معاه بظروفه لنفهم عليه هو شو بده بس هذا دليل يعني أنا كهلأ مشاهدة حاضرة الآن بقدر أقول أنه لمن هو حزفة معناتها عاش ضغط داخلي وحاول يوفر على نفسه هذا الضغط الداخلي لما نشار بمجلة قراءة حيكونوا محدودين بينما لما بينشرها برواية وتوزع بكل العالم العربي مسألة النشر أخطر برواية بكتاب من مجلة لأنه دايما المجلة محدود انتشارة بينما بتظل الرواية وثيقة فهذا دليل على نوع من الضغط الاجتماعي ليمارس للأسف أنا كنت فكر أنه الضغط أقوى على النساء الكاتبات من الرجال بس يتبين أنه هو نفسه تقريبا الضغط هو نفسه عليه اثنين تون يعني بدرست كتير من السيار الذاتية للنساء وتبين لك كل المواضيع الحساسة منا وردي بسيارهم أبدا دايما بيحكوا عن قضايا عامة أما القضايا الخاصة بيطالوها بكتير من الحذر وبلغة منا شفيفة ومنا واقعية يعني حتى الحب بالسيار الذاتية للنساء قلت أنا رجعت 14 سيرة ذاتية مش موجود فيها شي ووصف لحالات تجارب من الحب وبالتالي حتى حب يعني غير جنسي يعني الإفساح عن علاقة هاي سيرة ذاتية أنه هني ما حبوا بحياتهم ما مرأوا بتجارب يعني أنه هذا شيء طبيعي دايما بيسويني قبل الاستراح سبب آخر قد يكون المنع المنع الدافع أو السبب الذي خلت يحزف الأوراق أنه تحسس مسبقا أن هناك تبوه في العالم العربي حول موضوع الجنس وكما هو موضوع الدين وموضوع السلطة فقال خلينا نكون نتوقع من المشاكل ونهرب من المشاكل شوي فلربما صار عنده شعور عام أو تسرب هذا التبوء إلى اللا وعي فأحس أنه أمام نص قد يصل إلى هذه المحاذير فقرر أنه حسبه بالاتفاق مع الكاتب الذي فيما بعد أيضا ردخ لللعبة نفسها طيب بعد الاستراحة من القاهرة الرواء المصري مكاوي سعيد لماذا ينام على مخطوطة له منذ 15 عاما ماذا فيها لماذا لا ينشرها وأسئلة أخرى لضيوفنا مشاهدين الكرام سوف نعود ممنوع من النشر في قريب جدا وانضم إلينا الآن من القاهرة الروائي مكاوي سعيد شكرا لتشريفك مكاوي سعيد قلت لزميل محمد فتوح في جريدة الجريدة الكويتية إن لديك أدراجا مغلقة على أسرار أدبية لا يمكن أن يطلع عليها أحد أنا بدي أطلع عليها شو هي هالأسرار لا هي كانت المشكلة قبل كده إن كان في رقابة على المطبوعات يعني معنى كده إن كانت الكتب بتتعرض لرقابة فممكن ما تطلع الوقت ما فيش رقابة على المطبوعات في مصر بس فيه ما هو أخطر إن ممكن تطلع كتاب فيتصادر أو تقام ضدك دعوة حسبة وممكن تتعرض للتشهير بتبقى المسألة بتبقى فيه رقابة داخلية بتمنعك من إنك أنت تصدر إبداعك هو ده اللي أنا كنت أقصد به إن فيه حاجات الواحد كان عنده جرأة الأول دوقتي الجرأة قلت نعم هذا كانت عم بتقوله ضيفوتنا من بيروت نهى البيومي حجازي لكن أنا بدي فوت على مخطوط تحدثت عنه وقلت إنه يطاول أشخاص مقربين منك وشخصيات عامة هذا المخطوط هل هو رواية هل هو سيرة ذاتية أم ماذا لا هو سيرة ذاتية سيرة ذاتية اسم الله عليك بعدك بمقتبل العمر لا برضو الواحد كبر شوية فهي المسألة إنه في فترات ما بتتعرب بعشخاص بيكونوا شأنهم محدود إنما بعد كده بتكتشف إنهم توغلوا فبتقدرش بقى تذكر الماضي آه لها السبب يعني بعدك عم تكتب في هذا المخطوط لم ينتهي يعني هذا المخطوط حينتهي قريبا يعني بس هي مسألة إصداره دالة هتبقى صعبة يا شباب طيب قلت إنه بيتحدث كمان عن شخصيات عامة وأخرى خاصة مقربة منك فينا نعرف من إن هالشخصيات يعني بتخشى إذا نشرت السيرة إنه يتعرضوا لك يعني أو يزعلوا منك والدك والدك شخصيات سياسية من هم ما هي المسألة كلها هي في شخصيات سياسية الواحد تعرض لها في حياته وفي أصدقاء مقربين هي مسألة إنك أنت لما بتبتدي تكتب شيء من السيرة فبيبقى فيها كشف حتى لذاتك هم ممكن ما يحتملوش هذا الكشف هي مسألة بتبقى أخلاقية نوعا ما بتبقاش خوف من النشر بس بتبقى مرعى للآخرين إنما هو حينشر حينشر في حالة وجودي على هذه الحياة أو وفاتي المنفروضة ستنشر أنت هو حي ستنشر أو ستوصي بنشر بعد رحيلة ممكن لما أكتشب جرأة كويسة أنشره وأنا في حي أو بعد كده ممكن أوصي به سيدتي اتحدث خلال تحضير لها الحلقة مكاو سعيد عن عادة سرية في ممارسة هذه الكتابة المحرمة غير الصالحة للنشر وعن متعة عجيبة قال شو هي هالمتعة تفسر من زاويتك كناقضة أدبية أكيد تفسر من زاوية البوح كل إنسان بحاجة ليبوح بمكنوناته بطريقته بالعيش باختباره لتجارب مختلفة بحياته ما في إنسان ما بحب يبوح اللي بيعيشه لكن المنع بيجي عادة من المجتمع ومثل ما قلنا أنه هو الوحد بفوته على حاله وبالتالي لما بيكتب بيطلع هالممنوع اللي فيه على فكرة أنه العلاجات الحديثة بعلم النفس اللي هي منع اختصاصي تلجأ إلى الكتابة يطلبه من المريض يطلبه من الشخص أي موضوع يعاني منه أنه يكتب كل مكنوناته ويطلعه على الورق وبعدين بيصير فيه نقاش لهالأشياء الجوانية اللي بيطلعها وبيحاولوا يوضحوا له صورته الزيتية وين هو مكاو سعيد مكاو سعيد أنت ما تجرأت على النشر يعني ترى لو نشرت هذه السيرة الزيتية وصار فيه ردات فعل ما فيك تعتمد على دعم الوسط الثقافي في مواجهة يعني منتقديك من الشخصيات العامة ومش من أصدقائك طبعا وأقربائك كما حصل مثلا مع رواية مترو التي صدرت ولكن وقف المثقفون مع صاحبها ودعموه في مواجهة الرقابة ما هي المسألة كلها أن مترو كان فيها منها كوميكس يعني فكان فيه رسل بيقولوا أنه غير أخلاقي وفالمسألة كانت أخاف إنما لما برضو بتمس سياسيين هم أقدر وأقوى وزو سلطة وسطوة فالمسألة بتبقى مختلفة برضو لما بتمس أصدقاء ممكن يكون مثقفين زيك فبيرضو بيبقى دعم مش حيبقى دعم جماعي حيبقى دعم قليل جدا هي المسألة كلها برضو يعني أنا مش خوفا منهم هي مسألة أن الواحد يعني أني لازم الشرقي يفهم أن الكتاب تسيرة ذاتية مختلفة مختلفة عن الرواية لازم تبقى فيها تبقى صادمة يبقى فيها دهشة ولازم يتحملوا وممكن يكتبوا عن الآخرين يعني ممكن حد يعرفني يكتب عني ففيش أي مشكلة ما تبقى هجوم نعم طيب مجلة إبداع صدر حكم قضائي مؤخرا بإغلاقها بسبب نشرها قصيدة حلم سالم شرفة ليلى مراد وزعم القرار القضائي أنها أي القصيدة تسيء إلى الذات الإلهية المثقفون لم يساندوا المجلة التي أوقفت ورئيس تحرير أحمد عبد المعطي حجازي كما ساندوه لدى عرض أساس منزله في المزاد العلني بسبب حكم في قضية أخرى أمام القضاء المصري وقد تضامن معه المثقفون في هذه القضية لكنهم لم يتضامنوا مع مجلة إبداع لماذا في ظنك لا هم تضامنوا بس ليش بنفس الحميمية بتاعة الموقف الأولاني لأنه هنا فيه سف رهيب اسمه سف الدين وبيخاطب الجماهير اللي هي ممكن بتبقاش عندها تبكير كويس يعني بما نقول الغوغاء يعني هي بتخاطب جماهير وبتحركهم فسف الدين ده أخطر يعني لما حتيجها تقول على واحد بيوارتك أو واحد كافر أو واحد ملحد فدي مسألة ممكن يعني غير النفي الاجتماعي ده ممكن أنه تنتهي بأتله المسألة مختلفة تماما يعني هنا هم بيحربوا بسلاح قوي جدا يعني كيف تفسر مكاو سعيد قرار وزارة الثقافة إعادة إصدار مجلة إبداع يعني بقرار إداري رغم الحكم الصادر عن محكمات الاستئناف المصرية بوقف المجلة أنا شايف أنه هو قرار جريء لأنه هو يعني هو الأول قبل حامد نصر حامد أبو زيد تمام كان ممكن أي واحد في الشارع يرفع دعوة حسبة فأزي ما حصل بالتفريق ما بين دكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته بعد كده المسألة اتقننت شوية وبيعت أن المحامي اتجه للنائب العام اللي هو من حقه تحريك الدعم برضو فيه محامين غويين شهرة تمام ابتدوا اتجهوا لهذا الاسلوب المشكلة الأكبر أنه لما بتفشل الدعوة أو بيثبت عدم جديتها ما بيتحسبش المحامي ده يعني هو بيبقى اكتسب شهرة وخلاص وحرك الجماهير تمام وممكن يأذي المفكر إنما ما بيجلوش أي عقاب نعم هي المشكلة الحقيقية ما فيه مادة قانونية في القانون المصري تسمح بملاحقة من يرفع دعوة من هذا النوع لا خالص بعد هذه اللحظة ما بيشوها بيكتسب الشهرة وممكن يأذي الآخرين إنما ما بيسوش أي حاجة طيب بعد الاستراحة نواصل حلقة ممنوع من النشر ونطرح أسئلة عن أدباء جبران خليل جبران خليل حاوي لمعلم بطرس البستاني ومن القاهرة أيضا أعمال لنجيب محفوظ لتوفيق الحكيم مجهولة لماذا لم تنشر أو أنها نشرت في صحف ولم يتم جمعها في كتب مشاهدين الكرام سوف نعود ممنوع من النشر في قريب جدا سليمان بختي الكاتب ومدير دار نيلسون للنشر كان عندك تعليق على ما ذكره مكاوي سعيد ضيفنا من القاهرة حول عدم استطاعته نشر سيرته ذاتي الحقيقة الكاتب المصري من كاوي سعيد مجهولة تحية هو طرح سؤال كتير صعب لماذا يكتب الكاتب ولا يستطيع النشر هذا سؤال يطال الحريات في بلادنا هذا سؤال يطال الإبداع هذا سؤال يطال الذاكرة والتاريخ نعم أعتقد أن الفرد عندنا في العالم العربي لم يصح بعد محميا بالقانون هناك سلطات أمامه يعني هو محتار ما بين سلطة الدولة أم سلطة الدين أم سلطة الخوف أنه يترك النشر لما بعد الموت يعني أنا بحثت في كتاب لابور ريكور اسمه الذاكرة والنسيان والتاريخ بيشير إلى مسألة أنه الذاكرة هي الحوض حوض الكائن الذي يتجمع فيه كل الصور الفعلية والعقلية وهي الذاكرة عصب التاريخ يعني إذا بدنا نقتل الذاكرة أن يكون أمام الكاتب خوف أن لا ينشر إلى هذه الدرجة أنا نقتل المستقبل حلو كتير نوها بيوم حجازي كان عندك أسئلة لمكاوي سعيد حقيقة أنا كتير بفهم علي مخايف من النشر لأنه للأسف أنه مجتمعنا صاير محافظ جدا عن مستوى الكتابي ورح أقول بس الكتابي لأنه الإعلام بيطلع لنا كتير برامج وبيطلع لنا كتير حكية وكتير صور منا محافظة نهائيا بل أحيان بس بعده واقف عند الكتابي وهذا موضوع لازم نوقف عليه بالعالم العربي ليه لعبا في ظنك لاش الكتابي سلطات سياسية والدينية بتحاسب الكتابي نص المكتوب أكثر من صورة أكثر من الحكة والصورة هل ارتباط الكتابي بالمقدس هذا واحد مننا أكيد أنه في موروث برؤية الكتابي هذا صعب التخلص منه بظل انعدام مؤسسات تحمي حقوق الكاتب وحقوق النشر يعني ما في مؤسسات ترعى الكاتب وهي اللي تحمل قضيته وما يكون هو كفرد بمواجهة مجتمع لازم يكون في مؤسسة هي اللي بتحمي يعني نقابل الكتاب مواد قانونية أكيد أنه يفترض أنه فيه تنظيم مدني لحياة الكاتب مش تنظيم موجود يعني في الغرب هذا التنظيم طبعا طبعا أكيد حقوقه محفوظة ضمن الأنون المدني اللي هو عايش فيه واللي بيعتبره هو مواطن بنهاية يمتلك كامل الحقوق وفيه شرعة حقوق الإنسان اللي هي تحميله كل حقوقه فيه أسئلة بديك تطرحي على مكاو سعيد بدي أسأله أنه حكى عن أنه هو خوفه من أنه الآخرين من أصدقائه وهو عم بيحكي بأمور سياسية أنه ينحرجوا أو ما يرتاحوا للي بديوا يقوله طب هو شو هو المواضيع يلي طالة شو هي مكاو سعيد محب نعرف شو هي أولا أنا طبعا أطفق مع الدكتورة في مسألة أن الأدب هو الحطة الميلة أو الثقافة هي الحطة الميلة اللي بيتنهال عليها المطارك من كل يعني هي مسألة أن أي فيديو كليب أو فاضح أو خادش بينتشر في لحظة إنما كتابة مجرد كتابة ممكن يحسوا أن فيها مساس بالأخلاق بتقوم الدنيا عليها مسألة خوفي يعني هو مش خوف بمعنى الخوف هو مسألة تحرجات في أفكار سياسية وممكن تبقى مختلف عليها أو متفق عليها ما بيننا وبين الأصدقاء أنا شايف من وجهة نظر وهم شايفين من وجهة نظر فأنا برج دال اللي برضو في المستقبل في حاجات ممكن تضحي وهم يعني أصح مني أو أنا أصح مني يعني أي أضايا أي أضايا مكاوس سعيد أضايا من أي نوع بدنا نعرف يعني يعني هو أضايا زماني الإشتراقية وحظمنا بالعدالة الاجتماعية وهل تحققت أو لم تتحقق تمام أنهم نسيوا مثلا هذا الصراع وابتدوا يدوروا على المكاسب وابتدوا يبقوا أغنية وابتدوا ينسوا قضاياهم اللي كانوا يدفعوا عنها فدي مسائل هتحرجهم جدا لأن فيها ذكر لنضرهم العنيف زمان وفيها ذكر لترديهم المدوّد وقت هل هذا كاف لكي لا ينشر المذكرات جاندي تأجيل ممكن تأجيل النشر نعم وممكن تخفيف العيار شوي بالطبعة الأولى وبعدين بالطبعة الثانية بتقدر تزيد الأشياء كنتم تحكوا عن موسم الهجراء للشمال تضمنت مقاطع جنسية يعني ممكن ما تضمنت كل شي أنا هون بحب أعطي مثل لأنه ذكر العامل الديني بالموضوع خصوصا إذا انتزج العامل الديني للعامل السياسي الكاتب اللي ما كان عنده حدود للكتاب اللي هو محمد مغوت نعم بيكتب مقال سياسي سنة 58 ينتقد فيه فريق من السياسيين اللبنانيين شبههم أو شبه أحد السياسيين بالمطلب المصري محمد عبد المطلب خصومه السياسيين فتحوا عليه دعوة على أساس أنه عم يشتم النبي العربي محمد وتبين بعدين أنه هالتهم غير صحيح لكن دفع ثمن فصل من الجريدة نعم سجن أو حكم بالسجن طبعا هرب وحكموه ما بعرف كم ألف ليرة لبناني ما معهو ربع ليرة منه كان نعم يعني أثرت علي لكن بقي هون ترجع للكاتب رجع حمد مهوط يكتب ويكتب بشكل أقوى ما كان كتبه سلايمين بختي يعني في قضية السيرة الزاخية أنت تعرف أنه رواقي اللبناني وصاحب دار الأداب دكتور سهيل إدريس نشر أول جزء من مذكراته وأثار يعني بعض العائلة وهناك جزء ثاني وربما أكثر من جزء يعني طي الكتمان وتوفي دكتور إدريس ولم يستطع أن ينشر هذا الجزء الجديد عندك معلومات الحقيقة الموضوع السيرة الزاتية بدي أرجع لنقطة هذه لماذا دائما تصير السيرة الزاتية المشاكل والضجيش من العالم عربي لا بس خلينا نفوت على بعض السياد لأنه أريد أن أحكي عن موضوع عمل المذكرات جزء أول مذكراته تناول مسألة عائلية أصارت بعض المشاكل حول مسألة مسألة جنسية تخص والده يتحدث في المذكرات التي صدرت في الجزء الأول أن والده كان لديه نزوة جنسية ومارسها مع أحدهم في المنزل هذا الكلام مع فتن مع أحد الفتن أو فتن يافع هذا الكلام كان عنده سهل دريس الجرأ أن يقوله وبتصور الموضوع هذا هو الذي أخر أو منع صدور الجزء الثاني من المذكرات لأنه أنا سألت الصديق سماح دريس أنه ماذا حصل في الجزء الثاني فقال أنه أول شيء المرض أثر على الدكتور سهيل بالنسبة للجزء الثاني ثانيا أن هناك الكثير من الشغلات التي شبه النسيان ويحتاج إلى إعادة تذكير فيها لضبط الوقائع ولكن لا شك أن الجزء الأول أثار بتصور مشكلة على المستوى على المستوى العائل ضبط الوقائع يعني التدخل في المذكرات في ظنك بتصوري مش سهل على المحيطين بالكاتب لما نبشي أسرار عائلية يعني بيكون فيه إلى أثار عليهم بتزعجهم اجتماعيا خاصة بيكونوا منظورين من قبل الناس ومنوا الناس عاديين فهالإزعاج بفضلوا أنه الكتمان عليه بدال المساهم بالمزيد وهل هذا حق لهم؟ أكيد لا بس هو لو كان يعني الله يرحمه الكاتب لو كان هو مصر كان نشر على أيام ولأنه كان جريء لما نشر أول جزء فما كان يعني ما كان بينقصوا الجرأة أنه يروح بجرأته للأخير سمين بخت الجزء الثاني من المذكرات دكتور إدريس تناول رفاق في اتحاد كتاب اللبنانيين كما تردد هل عندك معلومات؟ تناول المرحلة التي تولى فيها الدكتور إدريس مرحلة الاتحاد كتاب اللبنانيين والمشاكل والصراعات السياسية التي حفلت بها تلك المرحلة فربما ارتقوا أن يكون هناك دقة أكثر وأن يكون هناك ضبط للوقائع بمعنى أنه إعادة تدوين بشكل صحيح وسليم لها الأحداث التي حصلت والدكتور سهيل ممكن ما عنده المقدرة بسبب المرض فتأجل الموضوع ولكن أنا قرأت بالعدد الأداء بالأخير أو قبل الأخير نشروا في مقطع من هذه المذكرات حاول علاقته بولدته للدكتور سهيل ومبعث إذا كان سينشرون البقائين أو سينشرون في مراحل أو مناسبات ولكن على ما أعتقد أن هناك نص مكتوب هل صحيح أن دكتور دريس انتقد في هذه الجزء من المذكرات شخصيات ذات هوان سوري وهو كان ضد الوصاية السورية على لبنان الحقيقة دكتور سهيل دريس كان عنده تعرفوا الاتجاهات القومية وكان عنده بعض المواقف الحادة التي سببت مشاكل وربما بجزء منها حاول موقفوا من التدخل السوري في لبنان في تلك المرحلة وطبعا تعرف دكتور سهيل دريس كأنه علاقات عربية متشعبة وحملت جليل الأداب من نقل ومن تسيد لهذه الأصوات المختلفة بتصور أنه يمكن الأمر السياسي هنا في الجزء الثاني من ذكرات هو الذي أخر صدورها وكمان تداعت الأشياء الثانية التي هي تعب الدكتور سهيل ومرضه طيب أريد أن أرجع على جون داية ذكرت الكبير محمد المغوط شاعر والمسرح أنت يعني عصرت على أعمال له منشورة في صحف ولكنها غير مضمومة إلى كتب وبعضها بأسماء مستعارة يعني ما حدا إذا شايفها رح يعرف أنها للمغوط ما هي هذه الأعمال وكيف عرفت أنه هذا التوقيع المستعار يعود لمحمد المغوط أول شي عرفت من خلاله يعني هو قال لي أنه مثلا توقيع سومر هو اسم مستعار له تاني شي يعني أنا طبعا بالمنهج اللي بتتبعه بنبش بالصحف خصوصا الصحف اللي بيكون يحتمل أن يكون نشر فيها الكاتب اللي أنا عم بدرسه نعم فعصرت على بالنسبة لمحمد المغوط على عشرات حتى يمكن ما أقول مئات المقالات السياسية والأدبية غير المنشورة في كتبه لكن نشرها بإسمه القسم القليل منه نشروا بإسمه والقسم القسم الكبير نشر بثلاث أسماء مستعارة شو هنه واحدة منهم سومر سومر نعم طوحلتاني فصيح إلى آخر قلتلي عصرت على عشرات القصائد عشرات القصائد ومئات المقالات وف يعني لقية هيدا كبيرة نعم لقية كبيرة لحتنشرون بكتب نعم مش كلهم يعني بنشر نمازج منهم يعني هلأ أنا بصدد كتاب له عنوان وراح يكون عنوان محمد المغوط وصوبيا الحزب القومي لأنه هالعلاقة بالنكتة اللي عملها قصة أنه تدفى ودخل على الحزب وإلى آخر أنه دخل على الحزب الصوري القومي فقط لأن عنده تدفئة نعم وبعدين لما شايف أنه عند حزب البعث تدفئة لا ما دخل على الحزب على بقي ينتقدو نعم بس تدفئة بالنسبة للحزب القومي بقيت من سنة السبعة واربعين لاثنين وستين هيدا رأيك أنت ما هالوسائل لا هو ما راح صحب عضويته بسبب حالته المزاجية أنه مش راح يروح يقدم استئال للمغود بس هو بقول أنه تدفى فترة كم أسبوع على الصوفيا وهي وج الضيف يقول حرفيا أليس كذلك بعد الاستراحة ما هي المسرحية التي عصرت عليها للمغود غرام في سن الفيل وأسئلة أخرى لمكاوي سعيد وسيمان بغتي ونهى البيوم الحجازي مشاهدينا الكرام سوف نعود ممنوع من النشر في قريب جدا سليمان بغتي النشر والكاتب مذكرات شوقي أبي شقرة وعدتنا منذ أكثر من عامين أو ثلاثة بإصدارها لماذا لم تصدر حتى اليوم الشعر اللبناني أحد أعضاء مجلة شعر وأحد أبرز شعراء العرب الحقيقة مذكرات شوقي أبي شقرة الأثارت هي أولا موضوع أو مشروع قائم وكتب الشعر المرهف الكبير صاحب الدور الكبير من مجلة الحكمة إلى حلقة ثورية إلى مجلة شعر إلى جريد النهار ومنحق النهار وإلى دوهره في حركة تجديد الشعري أثارت الحقيقة عنده مشكلة عنات معه المعاناة الذاتية الموضوعية اللي دخل فيها شوقي أبي شقرة معاناة اسمه بين الأنا والآخر والحقيقة بينهما يعني كان عنده مشكلة الشاعر شوقي أبي شقرة بظروف تكوينه الشخصية والشعرية يمكن أن كيف يكتب المذكرات دون أن ينسي إلى الآخر وكيف يقول الحقيقة في آن معه أنا بتصور شوقي أبي شقرة يقدم نموذج مختلف حول كتابة مذكرات صادقة حقيقية معبرة وتؤثر للجو الذي عاشه وسهم فيه أنت طلعت على هذه المذكرات الحقيقة أنا طلعت على بعض الأوراق التي كتبها الأستاذ شوقي وأدركت مدى المعاناة التي دخل فيها وأعتقد ستكون المذكرات قريبة خلال إن شاء الله خلال هذه السنة بمناسبة بيروت برك عاصمي عالمي للكتاب أن يكون هناك مساهمة وإضافة فيها الموضوع لشخص مذكراته أكيد ستلقي الضوء وإضافة ومتعة وحدث أدبي نهال بيوم الحجازي ربما أبي شقر يتردد بسبب ما سيقول عن دوره في مجلة شعر كمشذب للنصوص بعلاقته مع يوسف الخال مع الشعراء الآخرين أنسي الحاج محمد المغود يعني سبق وتألقى يعني قال بعض ذكر بعض الأمور في أحاديث صحفية وأثارت ردود مباشرة أو غير مباشرة من الشعر أنسي الحاج ومن سواه شو تعليقك أنت عليه أن يقول ما يراه عن دوره بدون أن يأخذ بالاعتبار الأراء الآخرين أم ماذا في مشكلة أنه ليس فقط الكتابي إنما الرقيب الرقيب اللي قاعد جواته واللي بخليه يعمل حوار مع الآخرين اللي يكتب عنهم يعني هذه مشكلة كبيرة أنه يكتب أفكاره بنفس الوقت يعمل حوار مع الشخصيات الأخرى اللي يكتب عنها ومن هون نشوف قد المشكلة الداخلية قد هي صعبة بالكتابة اللي بتفصح عن تجارب محددة وهون التجارب منا جنسية وبالتالي المحزور بالمجتمع مش بس فقط قضايا المحافظة الأخلاقية تطال العلاقات البشرية بين البشر مع بعضهم بالعمل بطريقة العمل بطريقة التفكير فالحذر واصل لمحلات دايقة جدا وهذا اللي لازم يكون ملفت للنظر أنه ليه ليه واصل لهالقدي محلات دايقة ليه الكاتب هالقدي بخاف من رأي الآخر يمكن بده جرأة وشجاعة شخصية للنشر وربما عمد في الأخير إلى النشر بعد تردد الحقيقة يعني أشعر أنه في مشكلة صعب الواحد يتجاوز لوحده إذا ما اشتغل على نفسه ويطوره لتصير أجرأ وأجرأ وأجرأ بس لا يكفي هذا الشيء يكون مربوط مثل ما قلت بالأول بأطر تحمي يعني بمعنى أنه وقت الواحد يتعرض لأي مسألة ليس بس قانونية من اعتداء من الآخرين لحرية رأيه يعني نحن نحن نعودين كثير على الحوار الحر بمعنى أنه أنا بقول رأيي أنت كمان بتقول رأيك ونحن نتعلم نسمع لبعض ونحترم بعض هذا ليس من تقوصنا ولا ثقافتنا جون داية ما هي المسرحية التي كشفتها للمغوط وهل نشرت باسمها وأي نشرت نشرت باسم مستعار وبعدين ليس مسرحية رواية 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 طويلة مزيج من الخيال والسياسي أنا تقلت لي مسرحية وانا مدوانة ثلاث مرات رواية نعم كذلك أنا غلط أو بدك تغلطني نعم 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 وانا غرام في سن الفيل هلأ غرام في سن الفيل طبعا اللبناني بيعرف أنه في بلدي اسمها سن الفيل نعم وممكن يشوف يفتكر أنه محمد المغوط مغرام بآنسة حلوة من سن الفيل الحقيقة هذه عنوان مغوطية دائما فيها الطرافة فيها السخرية أن ترجع ذلك نعم هو كان يتردد إلى سن الفيل نعم كان يتردد أكتر شيء لعند صحافة مخضرم اسمه محمود غزيلة وهو قال لك أنه على الأرجح لم يغرم بإحدهن بسن الفيل ما قال شيء بالنسبة لهذه الرواية لكن محمود غزيلة قال أنه لا ما في غرام لأنه إذا هيك يكتب له عشرين رواية وكل رواية غرام بمنطقة طيب أريد أن أرجع إلى مكاوي سعيد ضيفنا من القاهرة الروائي المصري الشاعر الأبنودي عبد الرحمن الأبنودي قال للزميل محمد فتوح في تحقيق نشرته جريدة الجريدة اعترف أنه في أدراجه قصيدتين كتبهما العام 2009 ويتحفظ على نشرهما قريب جدا اتصل بالأبنودي فأكد ذلك واعتذر عن التحدث إلينا قال أنه عنده مشاكل مع السلطة كافية وأنه مريض ولا يريد مواجهة عواقب الكشف عن هتين قصيدتين منفردا ذكر الأبنودي باتصاله معنا أنه إحدى القصيدتين عن غزة والأحوال الفلسطينية والعربية وهي ملحمة طويلة أغلقت عليها أبواب السر إلى أن يحين الأوان كنت صادقا في كتابتها صدقا كبيرا وصدقا وعرا وأنها ستغضب سيادات غزة والقيادات الفلسطينية والعربية والجماهير أيضا شو تعليقات مكاوي سعيد برضه يعني مغزة الحلقة دي كلها أن فعلا الرقابة الذاتية أخطر من الرقابة بتاعة الأنظمة حتى لأنها بتهبط بسقف الإبداع إلى أدنى حد حرية الإبداع يعني فده لما بتلاقي هجمات شارسة فبتضطر أنك أنت يا إما تمارئ الجماهير وتكتب حاجات شعبوية يا إما أنك أنت تبتعد عن الصدام معهم وده الأخطر يعني الرقابة الذاتية في رأيي أخطر واللي طبعا الشعر الكبير يعني كون شعر كبير زي الأبنودي ما يقدرش يقول قصيدك فما بالك بالمبدعين الصغارين الأبنودي قال أنه أجل هذه الشهادة إلى أن تتغير الأحوال هل ستتغير الأحوال في رأيك؟ يعني هو الله أعلم بس يعني أنا مع مقولة ابن رجد اللي هو من 850 سنة فقال أن الأفكار لها أجنحة لا يمكن لأحد الإمساج به للأفكار أجنحة جون دي وأنت تطلقت بها الأجنحة وتعيد نشر أعمال لكتاب إما لم تنشر أو نشرت في نسخ محدودة مثلا المعلم بطرس البستاني أنت عسرت على مجموعة مقالات سياسية لحاول فيها إصلاح السلطنة العثمانية هل كان فعلا مع استمرار الحكم العثماني للمنطقة في نوع من اللامركزية بين الولايات أي يعني كالحكم الذاتي الذي كان لجبل لبنان في عهداء القائم مقاميتين والمتصرفية هل كان مع استمرار الاستعمار العثماني للمنطقة ظاهريا يعني كتب بشكل أنه إصلاح السلطنة العثمانية بس ضمن كان يسعى إلى استقلال بلاد الشام عن السلطنة العثمانية بدليل بعض الكتابات التي ظهرت له بفترة كان في فصحة يعني قادر يعني يمرئ هايك أفكار مثلا بالألف وثمانمية وستين على أسر الفتنة التي صارت بجبل لبنان وانتدت لدمشق وهو من بلدي من الشوف اسمها الدبية والشوف كان فيه نكبة طويلة عريضة بهذه الفترة كتب معلم بطرس البستاني أو نشر 11 نشرة سميها وطنية ونفير سوريا يعني إذا واحد بقراها بشوف أنه فيه برنامج سياسي حزبي لوصف أمراض هالمنطقة ووصف الدواء هو غير مذهبه من المارونية إلى البوتستانتية هل ظل مؤمنان هو بقي مؤمن لكن إيمانه كان مش منه محصور بمذهب أو طائفي أو حتى دين يعني كان إيمان مرحرح كثير مثل إيمان جبران وغيره إيمان بوحدة الأديان نعم هو كان مع العلمنة أي فصل الدين عن الدولة يعني له عبارة بهذه البيانات أحد البيانات وتحديدا البيان العاشر بيقول في الفصل التام بين السياسة والرياسة يعني بين الدين والدولة العام 1863 حسب إحدى الوسائق عندك أسس المدرسة الوطنية نعم وهي المدرسة الوطنية الوحيدة وسط غابة من المدرس الإرساليات الأجنبية بعد أشكر مكاوي سعيد من القاهرة شكرا لاندمامك إلينا أستاذ مكاوي ولمشاركتك في هذه الحلقة ممنوع من النشر بعد قليل سوف تترك كرسيك للكاتب رهيم عبد العزيز الذي كشف أعمالا مجهولة لتوفيق الحكيم ويتحدث عن أعمال أخرى نشرت ولم يعد ضم إلى كتب لنجيب محفوظ وأسئلة أخرى لضيوفنا في بيروت مشاهدين الكرام تابعونا بعد الفاصل في هذه الحلقة بعنوان ممنوع من النشر سوف نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة